قصة هانتر اكس هانتر هلا والله طيب طيب قبل نبدأ لي جديبين في القناة لما نشوف العنوان وقصة هانتر اكس هانتر تتوقع اني راح أسيوب قصة حقيقية ولخصها صح؟ غلط طيب لما نتعرف اني راح أتقطق على هانتر وانت من عشاق هانتر راح تعصب صح؟ صح لكن لازم تحط في بالك اني تكتب على الأشياء اللي أحبها أكثر من اللي أكرهها ليش يا ترى؟ ما أدري عموما إذا عجبك المقطع حط لايك وإذا ما عجبك حضف لايك I don't give up لا خلاص بس جدا الوضع إيزي Let's go أنيمي هانتر اكس هانتر بطل هذا الأنيمي الجميل هو Goan واللي منذ الولادة أبوه سحب عليه كشخص ما تابع هانتر مثلا راح تقول أكيد أبوه سحب لسبب مهم جدا ممكن مات ممكن راح للحرب وقعد يقاتل ويضح بنفسه من أجل البشرية ولكن للأسف سحب عليه عشان يبغى يصير صياد Goan Goan صاحب القلب الطيب بعد ما عرف إن أبوه سحب عليه لأنه يبغى يصير صياد تتوقع كره أبوه؟ لا لأنه هطف قصده طيب هتحمس وقال بس أبوه سحب علي عشان يبغى يصير صياد أنا برضو بصير صياد وراح أدور على أبوي وألقاه بعد ما أصير صياد السؤال الآن فين تترابط في إنك تصير صياد وإنك تلاقي أبوك طرى والله عادي تروح تدور عليه بدون الحفلة الطويلة هذه ولكن ما علينا Goan عنده صديق اسمه كيلوة الكيوت جدا على قول أخوي أبو سعود من منظرة تحس إنه طالب في مدرسة وشخص كيوت ونطيف لكن هذا الكيوت في الأساس هو قاتل مأجور قاتل مأجور وعمر من بدأ الأنيمي كان 12 سنة المفروضة لعمره كذا يكون قاعد يلعب فورتنايت ولا يتابع مقلب جدتي صارت شباب وطاحت من الدرج ومات عمي بسببها لكن هنا الوضع مختلف قاتل مأجور بعمر الزهور شت والله شعر المهم عندهم صديق ثالث اسمه كربيكا وهذا للآن ما نعرف هو ولد ولا بنت هو المفروض إنه ولد لكن في ناس مصممين إنه بنت وممكن يحلفو لك بالمصحف إنه بنت هذا الشخص طفش أم أم أمنا بعيون أبناء قبيلته طموحه إنه يبغي يجمع عيون أبناء قبيلته كلها اقسم بالله طموح مقرف صح ما يطلع إلا من معتوه المهم الشخص هذا لما يعصب عيونه يتفعل فيها الشرينغان وتصير حمر في صديق رابع لهم اسمه ليوريو هذا صراحا ما يستهل تعب نفسي وفكر أكتب كلام عنه المهم نقول إنه يبغي يصير دكتور لكن بقدرة قادر حول من دكتور إلى صياد ليس الترابط ما في ترابط ولكن المخرج عاوز كذا طبعا ما يحتاج أن نتكلم عن مدربتهم صاحبة الوجه الكيوت واللطيف وصاحبة الابتثامة الجميلة واللطيفة واللي وفيه شخص لطيف جدا ومحترم إلى أبعد الحدود والمدعو هيسوكا هذا الشخص هو أكثر شخص محترم في أنيمي هانتر يهو كل ما جيته بقول شي كويس كده يصير كنسل برضو المهم إنهم قروب من أصدقاء اللي اجتمعوا على أشياء منوعة ما بين تطوير القدرات والبحث عن الأب الساحب على ولده عشان يصير صياد واللي يبغي يجمع عيون عيال عمه واحد ما أدري إيش هدفه ما أدري إن كان قاعد يلعب فورتنايت في الواقع ودكتور ساحب على المستشفى وقاعد مع أطفال صغار ما يقربو له قريل الحياة ما يحتاج أن يجيب طار النبل اللي على شكل حيوانات وبشر وإلخ توقع كذا كفاية كبداية لأن ما يخوفي يا أعظم وبعيدا عن الاستحبال هانتر أنيمي أسطوري أحلف لك إنه أسطوري والله أسطوري كذا كفاية ولا لا يا حياة الفهد إلى هنا نكون خلصنا من تعريف أنيمي هانتر إكس هانتر إيش القصة القادمة اللي تبغوني أعرفها لكم ما عليكم مهما كان الأنيمي أسطوري ومحبوب راح يجيها الدور عاجلا أم آجلا شكرا لكم على دعمكم الرهيب والله يعطيكم العافية جميعا شكرا لكم على دعمكم الرحمن 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 الرح